أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين جميعاً يحملون في قلوبهم لأرض سيناء الحبيبة تقديراً واحتراماً لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال مضيفاً في كلمتي للشعب المصري في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء أن سيناء هي البقعة الغالية من أرض الوطن والتي ينظر إليها المصريون على أنها ضرة التاج ومصدر فخر واعتزاز لهذه الأمة وشدد الرئيس على أن يوم الخامس والعشرين من إبريل سيظل يوماً خالداً في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة متوجه بالتحية إلى شهداء مصر الأبطال ورجال الدبلوماسية المصرية وروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان